بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة مدارس في الجنية الدولية مع درس جديد من دروس مادة الأدب للصف الثاني الثاني من فنون النثر الجاهلي كما تعلمون إن الأدب شعر ونثر وقد سبق وأن تحدثنا عن الشعر في حديثنا عن المعلقات وأما الآن فنتحدث عن النثر الجاهلي طبعا النثر الجاهلي فنونه كثيرة أهمها الحكمة والمثل والخطبة والوصية وغير ذلك أولا الحكمة قول موجز يعني قليل الكم مش طويل الموضوع يعبر عن خلاصة تجارب الحكيم واحد عنده تجارب عاشها يأتي بخلاصة هذه التجارب ليستفيد منها الآخرين الآخرون وتعتبر هذه بمثابة نعني نصيحة غير مباشرة هو يقول حكمة ليستفيد منها غيره مثلا من سلك الجدد من العثار تسلك طريق مستوي ومعبد متسفلت تأمن أن تتعثر وتقع رضا الناس غاية لا تدرك افعل ما تراه صحيحا ولا تنظر إلى الناس لأن مش رح يرضو خير العفو ما كان عند المقدرة إذا عفوت وأنت ضعيف هذا ليس فيه كرم مضطر تعفو أما إذا عفوت وأنت قادر فهنا يكون الخير فيه طبعا حكم نثرية وحكم شعرية إحنا حديثنا الآن عن النثر لكن لا يمنع أن نمر على الحكم الشعرية مثل قول زهير بن أبي سلمى ومن يجعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندمي تفعل المعروف مع اللئام لا يحمدوك بالعكس تندم على هذا المعروف مثلا الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي يدعو حافظ إبراهيم إلى إعداد الأم أولا قبل أن ننظر إلى الأسرة هل الأسرة أنتجت شيء ولا لا ننظر إلى الأم أولا قبل كل شيء النوع الثاني من النثر هو الأمثال المثال قول موجز أيضا كمية قليلة يقال في حادثة له مورد يعني تحصل قصة نطلع منها بجملة هذه الجملة مثل يطبق على قصص أخرى فله مورد ومضرب مورده القصة التي حصلت مضربه المكان التي ستقول فيه أو الحادث الأخرى المشابه للأولى نقول مثلا أبلغ من قس قس بن ساعد الإيادي كان من حكماء العرب وهو أول من أقر بالبعث من غير أن يكون في زمن الإسلام فيضرب عند التعبير عن قوة هذا المتحدث والله أبلغ من قس مثل قس أكرم ومن حاتم حاتم الطائم مشهور بالكرم فهذا المورد المضرب أي إنسان اشتهر بالكرم الشديد على أهلها جنت براقش كلبة عند قبيلة اختبأت من لصوص دخلين عليهم ف يعني انتهى البحث وخلاص مشين نبحت براقش هوهوت فاستدلوا على مكانهم وقتلوهم هي التي جنت على أهلها لما إنسان يسبب ضرر لأحبابه يقول على أهلها جنت براقش طبعا أيضا من الأمثال أمثال شعرية كثيرة إنما حديثنا هنا عن النثر طبعا من ميزات الحكمة والمثل أولا قول موجز مش كتير سطر واحد مثلا أو أقل جمال الصياغة لازم تكون العبارة حلوة جميلة عشان يتقبلها السامع ثم وضوح المعنى عبارة مفهمتها كيف أستفيد منها الحكمة والمثل شغلتهم أني أستفيد منهم فإذا كانت العبارة مش مفهومة لن أستطيع الاستفادة ثم قوة التأثير يعني العبارة والقصة والفكرة لها وقع لها صوت في أذن السامع يتأثر فيه ثم سلامة الفكرة ما يكون المثل يدل على فكرة خاطئة كالبخل كالسرقة كمفروض تكون الفكرة سليمة هذا النوع الأول اللي هو الموجز القليل الكلام النوع الثاني اللي هو اللي أطول قليلا الخطبة والوصية الخطبة كان يستخدمها العرب كثيرا وهي قول يخاطب فيه الإنسان جمهورا مش الحكمة اللي ما بيخاطب حد ولا المثل بيخاطب حد ولا الوصية اللي بيخاطب شخص إنما الخطبة يخاطب فيها جمهورا يريد أن يقنعهم ويمتعهم باستخدام مقدمة وموضوع وخاتمة يهدف من خلال هذا كله إلى الإفهام والإقناع واحد الإمتاع والاستمال اثنين لازم تكون الفكرة مقنعة بأسلوب جميل يستميل السامعين أمامك حتى يتقبلوا هذه الفكرة طبعا وضوح الفكرة جودة العبارة لكن في الخطبة في الخطبة نكثر مثلا من السجع حتى يكون النص أجمل الصور البيانية ممكن تكون غير واضحة والخطيب بحاجة إلى وضوح فيقلل منها حتى يصل إلى إقناع الآخرين طبعا في العصر الجاهلي الخطبة كانت أساس التخاطب بين القبائل كل قبيلة حرة فيما تقول الحروب الصلح المغامرة الخطبة الخطبة الزواج يعني كله يعتمد على هذه الخطبة رابعا الوصية خلاصة تجارب القائل يوجهها لأشخاص معينين يريد أن يوضح لهم فكرة تمام إذن الخطبة قد لا يكون فيها مقدمة وعرض وخاتمة الخطبة الوصية عفوا لا يكون فيها مقدمة وعرض وخاتمة الوصية موجزة مش مثل الخطبة طويلة الوصية يكون فيها من الأسلوب الإنشاء أكثر من الوصية من الخطبة الوصية فيها أسباب ونتائج عشان يتم الإقناع الوصية تناسب البيئة تناسب الحدث اللي احنا فيه الخطبة اخاطب جمهورا الوصية خلاصة تجربتي اوصي به اشخاصا احبهم هذا الفرق بين الخطبة وبين الوصية الى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم شكرا لكم والى اللقاء